في هالشريط هنشوفو طرق التعامل مع إدراج تاريخ والوقت في ديكسال 2013 هنستمرو الوثيقة دينا وغنبدو في اكتشاف براعة ديكسال في التعامل مع هاد النوع من المعطيات بالنسبة لطرق إدراج تاريخ فكتختلف حسب دول اللي كنتميوليها فمثلا كيلي كيكتب التاريخ بشكل تالي الشهر اليوم السنة يعني من ليمن اللاسر وفي دول الخراك يكتبوا التاريخ بشكل آتي اليوم الشهر السنة عموما يمكننا نكتبوا التاريخ دينا بشكل اللي شفنا اليوم سلاش شهر سلاش سنة أولا بهذا الشكل اليوم تيغي شهر تيغي سنة لكن لاحظوا معي بمجرد الضغطة للزر انتخي تلقائيا غايتحول لشكل اللول اللي شفنا لكتابة التاريخ أي اليوم سلاش شهر سلاش سنة الآن لكنا محتاجين ندخلوا تاريخ لسنوات مادية مثلا تاريخ التالي سبعة في شهر خمسة 2005 يكفي نكتبوا سبعة في شهر خمسة والرقم خمسة ومباشرة الليكسل كيظهر لنا العدد خمسة بالسنة 2005 لو بغينا مثلا نكتبوا التاريخ التالي 9-11-1943 فغنقوموا بكتابة 9-11-43 ومباشرة الليكسل كيكتب لي التاريخ 9-11-1943 ولكن لابغينا مثلا تاريخ التالي سبعة شهر 12-1925 فغنكتب سبعة 12-25 وهكذا بمجرد الضغط على الزر انتخي لاحظوا أن اليكسل كيعطينا التاريخ التالي سبعة شهر 12-2025 وهذا غلط إذن هذا مشكل بسيط اللي غتقوم بكخو سوفت بمعالجتو في سنوات القادمة بحيث إيكسل هو برمج على أن أي تاريخ ما بين 30-99 سنة كيعتبر إيكسل من القرن السابق وبالمقابل أي تاريخ ما بين 0-29 سنة كيعتبر إيكسل تاريخ حالي من هذا القرن إذن في هذا الحالة أحسن طريقة لإدخال التواريخ هي الاحتفاظ بشكلها الأسلي أي كتابة تاريخ سنوات بأربع أرقام وهكذا كانت فدوا هاد الخطأ نفس الطريقة بالنسبة للوقت يمكننا نكتبه الوقت هي إما على شكل 24 ساعة أو على شكل عام بام إذن على حسب توقيت المحلي اللي كانستعمله مثلاً نبغيت نكتب شكل تالي مباشرةً ما اللي كان ضغط على أوكي لاحظوا أن إيكسل كيضيف ليتلقائياً شكل كامل توقيت اللي استعملت نفس الشيء اللي كتبت التوقيت التالي ما اللي كان ضغط على أنتخي كان حصل على شكل توقيت اللي استعملت إذن نتأكدو دائماً من الطريقة الصحيحة للكتابة سواءً بالنسبة للتاريخ أو الوقت وذلك للاستفادة من الخاصيات الأخرى اللي كيوفر لنا إيكسل فيما يتعلق بالتعامل مع هاد النوع من المعطيات بحيث يمكننا نقوم بحساب الفرق ما بين التواريخ مثلاً والعديد من الخاصيات الأخرى اللي يمكننا نستفدو منها بحيث يمكننا نتعاملوا مع تواريخ اللي كتوصل حتى العشرالاف سنة ترجمة نانسي قنقر